طيب من زاوية أخرى أو من زاوية تكملة لمقاله محمود شاكر وهو التحول اللي مش طبيعي مش طبيعي مش عشان هو لعب مش جيد على الكلام على الحسين الشحات بس التحول اللي مش طبيعي إنه لعب من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين من لعب جميعي النادي الأهلي تنادي برحيله وإنه ما بيقدمش كاسين مع النادي الأهلي اللاعب هو النسخة الأصلية لحسين الشحاب بتاعت زمان مع مارس الكولر نسخة الشحات مع كولر هي النسخة البريماكس مش أقول بروماكس هي النسخة أنا أقصد أقول بريماكس تنقصوا تفصيلة بسيطة ونصبح هو اللاعب الأفضل في الدور المصري في المكان ده بس ليش حاب بيعمل كل حاجة في ملعب دلوقتي بيعمل كل حاجة في ملعب هو اللاعب الرئة الأولى للنادي الأهلي الورقة الهجومية الأفضل في النادي الأهلي من الناحية اللي من صانع اللاعب الأول في النادي الأهلي من الجناح مش من مركز عشرة كما عتاد الجميع أن يصنع اللعبة هو اللي بيعمل نسخة حسين الشحات هي النسخة الأفضل هي الجبهة الأفضل لمرسي الكولر في الموسم الحالي خمس أهداف صناعة في 11 مباراة فقط يتفوق عليه أحمد سيد زيزو وأحمد بالحاج 8 و 6 لكن من 17 و 18 مباراة هو فقط في 11 مباراة خمس أهداف صناعة حسين الشحات يا كريم مش بس بيقدم المرضود ده لأ بيدي حلول كتير جدا 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 لمارسي الكولر في حاجات كتير تعال نشوف حسين الشحات عمل ايه النهاردة وحسين الشحات مش بس الأهداف التحركات اللي عملها وتقف هنا ودي الكرة الكرة اللي دخل كمل فيها كمل 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 كملها كمل دي كرة الهدف الملغي بص وقف هنا ارجع تاني ارجع تاني ارجع تاني أنا عايز جمهور النادي الأهلي راجع نفسه ويقول لي امتى حسين الشحات اخر مرة دخل في التحام هوائي وخده مع لعيب اقوى واطول منه في البوزيشن بتاعه رفائيل اياجه واحد من افضل لعبين في مركز ستة في الدور المصري الراجل دخل في التحام هوائي وبياخد الكرة القضية مش في انه خد التحام هوائي القضية بتتكلم على تركيز جاهزية بدني جيد جدا وكانت مشكلة الشحات الكبيرة جدا قبل مارسي الكولر عشان كيرا بقول لك نسخة مختلفة تماما ولي اهم تأثير كولر علي عشان هو عسين الشحات أسر ولا هياخد التكوف ولو خد التكوف مش هياخد فبياخد خش التحام هوائي بيحيي الكرة من جديد وبيكمل بعد كده هاتلي الحالة اللي بعديها هنا بنتكلم على وقف هنا وقف هنا حسين الشحات اللي بيشتغل بليميكر حسين الشحات اللي بيخش جناح حسين الشحات اللي بيلعب راس حربة الطبيعي من اللي يبقى موجود فيها كريم محمول عبد المنعم كهرباء اللي موجود هنا في البوزيشن بتاع راس الحربة هو حسين الشحات ليه لانه خالي عفت تحت العفاتة حاليمين وقفش نزل تحت في مكانه الطبيعي كبليميكر الرجل استلم الزاوية قفلت عليه ان هو يرجع ويعمل الباص لورا راح حاول ان هو يعمل التصويب واحدة بعدها حطها في الدايقة روح للحالة اللي بعدها كمان للمكان التالت للمكان الصناعة الكرة وهنا وقف معايا سواني لان الكرة دي هنحتاجها انا همشيها بسرعة بس هنحتاجها بعد شوية يا كريم في الخدعة الجديدة احنا كنا هنا انفرضنا بالخدعة بتاعة مارس الكولر في الكرات السابت اقولك الخدعة الجديدة اللي الراجل بيعملها في الكرات العرضية اللي تم انتقاد عليها بسبب انه ما عندوش فيرويد وبنعمل كراسس كتير الراجل بيعمل خدعة جديدة بدأت من ممبرات النهاردة فكمل كمل كمل كراس هنا محطوطة على البعيدة على انه ما عندوش فيرويد فبيضطر يعملها على البعيدة للمدافع عشان ترجع للمدافع التاني الاثنين المدافعين يا كريم واحد على البعيدة واحد على القريبة بيبعدوا عن بعض محدش منهم بيخش ياخد الكرة في ظل غياب حمد فتحي المدافع الأولاني محمود متولي أو محمد أشرف المدافع الأبعد بتتلعب الكرة على دماغه وبتروح للمدافع التاني وتكمل هاتل الحالة اللي بعدها الحالة اللي بعدها على طول كمل 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 ماشي الكرة على صرعتها هنا خلد عبد الفتاح حسين الشحات من العمق ودي الأولى الراجل بيعلق الكرة برضو على البعيدة لكهربا كمل حسين الشحات في مركز الجناح كمل الحالة اللي بعدها الحالة اللي بعدها على طول هنا وهنرجع هنا برضو نتكلم على برون في حين ويعني هنا زكاء التمريرة زكاء التمريرة أهم بكتير بكتير من أي حاجة وهنقف تاني عن تمريرات العرضية وأقولك الخدعة الجديدة بتاع الكولر حسين الشحات يا كريم ما بيروحش الاندلاين فتكر كويس حسين جناح ما بيروحش الاندلاين رغم أنه جناح خط هو عارف واقف فين عشان يحط الكروس فين والكرة دي هوري عليك كرارك كم مرة النهاردة كمل كل دي أنا عمل ده كله بتكلم في مباراة واحدة في شوت واحد للاعب واحد هو حسين الشحات كمل كمل اللي بعدها اللي بعدها الجون اللي بعده يلا اللي بعده حسين الاستلامة باس جول الباس جول وبيجري كمان داخل جول داخل مكمل ودي تاني تروح وتقول مارس الكولر وتأثيره على حسين الشحات شابه حسين الشحات الورق الأهم هجومية للنادي الأهلية مرحول